أكثر من 2500 مسجد في عموم المدن الفرنسية أكدت جميعها في خطبة الجمعة براءة الإسلام والمسلمين من كل من يقترف أعمال إرهابية وتناول الخطباء قيم الإسلام الحنيف وحرمة النفس البشرية في القرآن والسنة والمكانة الرفيعة التي توليها الديانة الإسلامية لإحترام الديانات الأخرى والمسؤولين الروحيين فيها من باب إبلاغ الحجة حرصنا على أن نقول للشعب الفرنسي والعالم أجمع أن هؤلاء القتلى لا يمثلون الدين الذي جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نحن منهم براءة فلا يوجد في دين الإسلام ما يبرر قتل النفس البشرية والأبرياء ويسعى مسلم فرنسا والجاليات المسلمة إلى مواجهة التشويه الذي يحاول أن نيل من صورة الإسلام أنا تربيت على أخلاق الإسلام وقرأت كل مراجع الإسلامية ولم أجد في هذا الدين ما يدعو إلى الإرهاب أو يبرره وما وجدته في الإسلام هو الدعوات الواضحة للقيم الإنسانية العليا والأخوة والرحمة أما هؤلاء الإرهابيون فليمثلون الإسلام بتاتاً قتلى وإرهابيون يحاولون ربط جرائمهم بالإسلام لكن ها هي مساجد فرنسا كافة تؤكد مجدداً على ما أعلنته القيادات الإسلامية من براءة الإسلام من أعمال الإرهاب التي لا تمثل لا قيم ولا مبادئ دين الرحمة والسلام خالد الخالد الإخبارية باريس